المرحلة الثالثة بعد المرحلة الأولى أن الشيطان صحي والمرحلة الثانية حضرتك غزيت الشيطان بتاعك ووديته كل الأكل اللي هو عايزه تبتدي بقى حضرتك خلاص الشيطان بقى جواك متغزي قوي تبتدي أنت تبقى مصدر ألم لنفسك وللي حواليك خلاص الشيطان تملكك فأنت هتقدم الشر لنفسك الأول وبعدين للي حواليك تبتدي طب حيجيلي أنا ألم إزاي مش أنت كان ظهرك اللي بيوجعك الغضروف ولا الرجبة تبتدي رئابتك كمان توجعك والشيطان مش هيسيبك ده الشيطان عايز يملاك ألم وبعد كده الألم بتاعك يدلدع علي حواليك يخرج علي حواليك عايز الشر ينتشر فيبتدي لقى ابتك توجعك الله هو كذفك يوجعك وركبك كمان توجعك بعد كده يبتدي الشيطان يتلزز يخليك تتلزز أن أنت متألم بالألم ده يعني يقول لك إيه وعا تخف يعني أنت تخف من الفايبروميالجا وتسيب صحابك بتاع الفايبروميالجا تخف من الغضروف وتسيب صحابك بتاع الغضروف ده أنتوا صحين مع بعض نايمين مع بعض يقول لك الهجمة جات النهاردة يا جماعة أن النهاردة عندي مش عارف إيه يلاقي الناس تنشطوا على الجروب يقول لك المعمل بوست إيه هو البوست الهجمة جات لي النهاردة يا جماعة أنا لا أصخر أنا لا أصخر لا أصخر من المرض أنا أصخر من التصرفات اللي الناس بتعملها علشان تضر نفسها وتضر اللي حواليها وعلشان لا تشفى لا تشفى أنت مش بتسعى للشفاء أنت بتسعى للمرض تمام طيب المرحلة إحنا لسه في المرحلة التالتة أنك بتنتج ألم جديدة لنفسك وبقى عقلك البطن بيقول لك أنت مش هتخف أنت مش كنت تتعبان قبل كده وخفيت قعدت كويس سنة وسنتين أهو رجع لك تاني وإنت رجعت تاني يا شطان يا رجيم لأني أنا رجعتك أنا بغبائي كمريض غبي رجعتك اديتك المرحلة الأولى بتاعت المحفزات والمرحلة التانية بتاعت التغذية فابتديت تنتج أنا اللي كبرتك أنا اللي رجعتك لكن أنت مش المفروض ترجع أبدا تمام فابتديت بقى تبقى مصدر ألم للي حواليك ما احنا بنحط همنا على هم بعض ما هو محدش حاسس بينا غير بعض ما هو محدش هو يحس بالمريض غير المريض اللي زيه هو يحس على فكرة المعلومة دي مش غلط خالص المعلومة دي غلط خالص يقول لك ما يحسش بالفقير للفقير اللي زيه طب تعال ادي فقير كده فلوس وقول له ده وزعه عليك عامل مثلا في مصلحة حكومية ياخد الفلوس يجيبه ويعمل وده كتير بقى كتير طب ما هم فقرة زيك يا راجل مش ما يحسش بالفقير للفقير اللي زيه لا ده بالعكس ما يحسش ببعضه طب تعال هات مجموعة من المرضى كده وقول لهم احنا عندنا عيل بالدوة واحدة كلهم حيتخنقوا عليها وانت مش حاسس بالمريض اللي زيك لا نفس البشرية فيها من الشر ومن السوق فينا كلنا اللي لازم نفطن له علشان نهزمه نهزم نفسنا قاعدة قاعداء نفسك التي بين جنبيك لازم تعرف ان في جواك شر تقاومه ربنا خلقنا كده بالخير والشر تقاومه وتهزمه مش تسيب له نفسك وتقول اصلي دي شخصيتي اصلي انتو مش حاسين بيا انت موضوع مش حاسين بيا ده ربنا هو اللي بيحس بالعباء وفيه ناس حاسة بيك وفيه ناس بتساعدك وانت ضده وما بتحبهمش لانه مش بيساعد انت عايز المساعدة بالطريقة بتاعتك اديني هم ومرض طبطب علي واديني كلام حلو ايو هتقول لي كلام وحش وتخففني لا لا انت فاكرني عايز اخف ده انا بقول كده المريب بيقول كده ده انا عايز اخف لكن في عقله البطن هو مش عايز اخف عايز كلمتين حلوين عايز مساعدة عايز روقه يعني تمام انما لو هو خف ما هو مش هيتروق تمام مفيش قصوة بكلامي انا بكلمكو كلام علمي وبكلمكو كلام معلوم عن النفس البشرية طيب نهزم الموضوع ازاي نمنع ازاي الشيطان انه يصحى ترجمة نانسي قنقر